صباح الفل عليكم لو كنت بالنهار ومسائل الفل عليكم لو كنت بالليل دلوقتي انا بحب القهوة التركي عاوز اجيب مكنة عشان اعمل القهوة التركي اجيب ايه؟ ده السؤال اللي بيتسئله وعلشان كده هنتكلم النهاردة عن مكنة القهوة التركي مبدئيا كده لو بتشعب القهوة لوحدك او بالكتير انت وحد كمان معك وفي الغالب بتشعب قهوتك في البيت فانت في نظري مش محتاج تجيب مكنة لانك كانت كالنهار تسعيفك وهتعمل لك كل اللي انت عاوزه اما بقى نيجي لو هتشتري مكنة القهوة التركي تعالى نتكلم في الانواع بتاعته هنلاقي في منه ثلاث انواع اول نوع اللي هو الكنكة الكهرباء ودي بتحط فيها المية والبنة والسكر حسب رغبتك وحسب عدد الفانجين اللي انت هتعملها وهتشاغلها وتستنى جنبها لحد القهوة ما تستوي وبعدين اول ما تعمل وش تقوم فصلها وتصوب بقهوتك اشهر انواعها هي كانكة سيمبو ويستحصل لما تجيب النوع ده من الكنكة ان انت تجيب النوع اللي زرارة تجهل بتاعه موجود في اليد بتاعت الكنكة مش في القاعدة بتاعتها عشان ما تضطرش تستخدمها بيديك الاتنين وتقدر تفصلها بيد واحدة بس وفي نفس الوقت ازا لقيت النوع اللي كانكة فيه بتنفصل عن قاعدة تسخين الكهرباء بتاعتها يريد تجيبه لانها هيكون اسهل لك في التنضيف ويخليك ما تقلقش بقى من ان المية توصل لدائرة الكهرباء او انها ببوز تاني نوع معنا بقى هو نفس فكرة عمل الكنكة الكهرباء برضو بتحط فيها المية والبنة والسكر لكن الماكنة بتفصل اوتوماتيك اول ما لقهو بتستوي وعشان كده انت بتحتاج شنك توقف جنبها علشان تفصلها ودرق الماكنة اللي بتعمل فيه القهوة بنفصل خالص على الماكنة الكهرباء وتنظف بكل سهولة من غير مشاكل او اي قلق مع الكهرباء في منها انواع كتير من كذا شركة زي اوكا ترنيدو تيفال ميانتا وكلهم ناس فكرة التجليل وصارت تراوحها بين 1000 و2000 جنيه ثالث واخر نوع هو الماكنة الفل اوتوماتيك اللي بيكون ليه تانك مية وانت بس بتضيف البن والسكر فيها وبتحدد بعدها محتاج تعمل فنجان او اتنين من زرار التجليل وبعدها هي بتنزل القهوة في الفناجين جاهزة من غير ما تتعب نفسك بقى وتوزع القهوة على الفناجين والكلام ده وفيها كمان اوبشن انها بتنظف نفسها زيتي من غير ما انت متتعب نفسك النوع ده بيكون غالي نسبيا سعرها بيكون حوالي 5000 جنيه واشهر مركب تعملها هي اوكا وبكده بقى نبقى احنا خلصنا موضوع مكان القهوة التركي بكل ما فيه ويا رب تكونوا استفدتوا ومع السلامة اشتركوا في القناة